كل هذه التبات أنا أنكرها كاملة 42 جلسة استمرتها محاكمة حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وأعوانه والآن جاءت لحظة الحقيقة حكم ترقبه المصريون وغيرهم منذ تنحي مبارك قبل 16 شهر وما من منتظر لهذا الحكم أكثر من أهالي الشهداء الذين حكم مبارك والآخرون على قتلهم خلال الثورة المصرية إحدى هؤلاء أميرة سمير شهيدة باعتراف الحكومة المصرية عشرين ربيعاً كان عمر أميرة عندما قتلت في صالة منزلها بحي الرمل في الإسكندرية وهي تصور إطلاق الرصاص على المتظاهرين من قبل رجال الشرطة تقول أمها المكلومة مشددة على رغبتها في قصاص عادل إحنا عايزين زي ما شوفنا دم أولادنا نشوفهم معدومين زيهم نشوفهم ميتين أو ربنا يورينا فيهم آية أولادهم يموتوا ويتأهروا عليهم زي ما إحنا مأهرين على أولادنا ومأهرين على أولادنا إدانة مبارك بقتل المتظاهرين حكمها يتراوح بين السجن ثلاث سنوات والإعدام تقول منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية لكن البعض يشكك في مصداقية عملية جمع الأدلة في المحاكمة سيما بعد تبرئة عدد غير قليل من رجال الشرطة في قضايا مشابهة إحنا مش لقين حد ينصفنا ربنا وحده هو اللي قدر ينصفنا ويجيبها أولادنا ما فيش حد ينصفنا كله كلامه خلاص إحنا مش هايزين حاجة لا يعني أقولي بس أقولي يتزامن الحكم على مبارك مع حراك كبير واستقطاب سياسي شديد في الشارع المصري الذي ينتخب بعد أيام خليفة لمبارك وقيت الحكم لا يخلو من دلالة ومن تأثير محتمل على الناخب المصري وإن لم يقلل هذا من تاريخية المحاكمة أسد الله الصاوي بي بي سي